هاو جريت ليديلز زي عطوفتي انسبير اكشنز الناس اللي بعملوها اولا انا بعملها كمان تيرتين مليون بيو تيد توك فيديو باي سيمون سينيك ساينيك الشخص اللي انا مش عارف حكي اسمه من زمان وهذا الجزء الثاني لشان الجزء الاول بل مناشي خليه طويل بس وصراحة طبعه كثير طويل اللي حكناه في الأسبوع الماضي هنكمل عليه في هال الأسبوع جاسر مصطفى و جاي توكس و ون او ون تينجز اي لانت فرم تيد توكس خلينا نبدش في الفيديو الماضي جننت سماكم في الجولدن سيركلز تبعت انه انت كيف لازم عطلتك تفكر ما بعرف ليش انا حطيتها في مكان لازم احكي لك انت كيف تفكر بس بيانك الله بدك تحمد لازم تحضر هذه الفيديو وحكيت لك عن كمان رأي السيد سيمون تبع الفيديو السورس الاسبيرنج لهذا الفيديو وانه حكينا لك انه وانه حكينا لك انه سيمون انه هاي مش وجهة نظره ولا رأيه الشخصي سيم هو مش وجهة نظري ولا رأيي انا الشخصي هو رأيه حتى مش السايكولوجي البيولوجي بيقول لك اذا مسكت مدخل امسانه وطلعت عليه من فوق ارشو وانه يمسكك مدخل امسانه وتعمل فيه مقطع عرضي وتطلع عليه من فوق نشوف الفيديو اللي عملنا والذي سيعملو اثنان ستجد انه ينقسم الى ثلاث دوائر ماتشن اه والله اه والله نحن اعظمه الراوي من بره ومن جو الجزئين اللي ضلوا جوهم اللي بيتحكمو في الاموشن ماشي؟ لا انا فاهمها ولا انت ستبثهمها وانا سيمون نفسه فاهم شو الفيلم الهندي اللي جاعدين بحكو فيه بس هي كده مشي نكمل احنا عاد الوضعنا اللي بهمني من كل الفيلم اللي حكاها حوالين هذا الموضوع انه انت كأمبلوير ما توظف الناس اللي فعليا بدهم يشتغلوا بس لانهم محتاجين لوظيفة ولا دخل علشان يصرفوا على نفسهم وعائلاتهم ويقوم بتأمين الاحتياجات الحياتية اللي هما بدهم يأمنوها ويطلعوا يسافروا على آخره لا الهدف هون كتدور على الناس اللي ذي هاف تسام بيليف اللي انت يبليب ان الاشي اللي انت فعليا متأمن فيه ولي عندهم برضهم يكون نفس الانترست اللي موجود عند وطوفة معاليك لانه هذا هو السبب الوحيد اللي رح خلوها دول الناس فعليا يعطوا اقصى ما عندهم للشغل والوظيفة والبرادكتيفتي ورجاح هذا العمل الفاخر اللي معاليك انت وشركتك قدين تعملوا وفعليا انا صراحة بلتمس ذلك حتى في شغلي لما انا بدي اوظف ناس ببين مرات وظف ناس انت ما عندهم هذا الشغف والباشن تجاه الاندستري اللي انت بتشغل فيها ببين ديفينتلي في البرودكتيفتي تبعهم والناس اللي عندهم باشن والشغف في الاشي اللي انت بتعملوا اللي بيشتغلوا مرات اكثر منك حتى في الشغل اللي انتوا قاعدين تشتغلوا فحاول انك انت تروح باتجاه هذه الجزئية عند التوظيف ومهم جدا انك تجدد هدول الناس اللي انا قاعد بحكي لك عنهم عشان اشتغلوا معك ليش يا حزرك السبب واضح وبسيط وموجود everywhere over the internet نعمل قانون لاتبتكار اوالله قانون نشر الابتكار بيقولك the law of diffusion of innovation اوالله هو هدا القانون اول 2.5% من الابتكار من عدد سكان في العالم هو او هم الناس المبتعين وال13.5% اللي بعدهم هم early adapters ال 34% الثانيين اللي بيجوا بعدهم هدول اسمهم early majority وال 34% اللي بعد كل هدول اللي حكيناهم اسمهم late majority بيظل عندك 16% هدول اسمهم laggats هلا بيقول لك ال 16% هدول الاخر ايشي انا حكيت عنهم مثلا سبب الوحيد اللي هيخليهم يشتروا جهاز تلفون تتش من هالاشي اللي احنا بنستخدمه في الحياة حاليا السبب الوحيد هو انه مش لاقيين نوكيا 3310 قبل كبسات انهم يستخدموا وش مينز انه هدول ما عندهم شغبت وادابت اساسا مع الاشي اللي انت قاعد اساسا بتصنعوا فهدول هم ال 16% اللي بالاخر فاللي بيحكي لك اياه قانون نشر الابتكار هذا اللي احنا مش عارفين شو دين امه انه احسن طريقة لتجذب الماركت فيها هو انك انت تتارجت وتجذب التولاييرز تبقون ال early majority وال late majority ليش هم 34% 34 هم بشكلوا اعلى نسبة من الماركت وهي 68% لكن الموضوع مش بهاي السهولة اللي انا وياك قاعدين نحكي فيها حاليا انا بدي تدارجت هدو ليه لانه انت عشان تبلش باول 34% من هدول اللي هم ال early majority لازم تتعدى ال 12.5% اللي هم المبتكرين والمبدعين تتعدى ال 13.5% اللي هم ال early adapters بعدين هتبلش بالشريحة الاولى اللي هي ال early adapters اللي هي اول 34% كيف كل هذا الحكي؟ ليش ان لازم اتعدى ال 2.5% وال13.5% اللي هم المبدعين و ال early adapters لماذا؟ لانه ال early majority 34% الاولى اللي انت بدك توصل لهم يا معلم هدول مستحيل يجربوا اي اشي تصنع جديد او نزل جديد الا لما حدا غيرهم اساسا يجربوا والحدة الغيرهم اللي باول الماركت اللي هيجربوا مين يا حزرك؟ 100% اللي هم ال 2.5% plus 13.5% انسان المبدعين شوي 13.5% اللي هم ال early adapters هدول اللي they really believe بالاشي اللي انت يدو really believe in و they are buying it for the why اكثر من اي شي ثاني for the believe for the emotions علشان هيك اننا 16 سنة ضوئية في الفيديو هاد الفيديو الماضي عم نحكي لك you need to spread the believe about your why وانه تحاول انك انت توصل الاموشنز اللي الناس اساسا بيشتروا علشانها ليه؟ لانه بهاي الطريقة انت حتضمن 13.5% من الماركت اللي they believe be your believe واللي هم رح يجربوا المنتج اول ما ينزل من غير تفكير اساسا لانه هم اخدوا الولاء والانتماء للمنتج تبعك وبناموا عند متجر ابل اللي او بيشتروا اساسا pre order اول ما ينزل هذا البرودكت وبناموا تلت ايام قبل ما يفتح متجر ابل علشان يشتروا البرودكت اول ما يفتح هذا المتجر بس لانه هم 13.5% من الماركت اللي هم الارلي ادابترز وانس هدول جربوه بلش الفيدباكت اطلع تبلشت تاخد الاربعة و تلاتين في المية اللي هم الارلي ادابترز وذا منت يو اكسيد الاربعة و تلاتين بالمية هدول انت دخلت بالشريحة اللي بعدها اللي هم اللايت ماجوريتي اسلي اللايت ماجوريتي والليت ماجوريتي وبهيك انت بتكون امورك 100% ووضعك لاوز اللوز لهون هيك انت فهمت شو اللي لنا فيديوهين عم بنحاول نحكي فيه وتحاول انك انت تطبقه ليش? لانه لانه باي 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 ماشي معلم من هون لتخلص على هالشرائح اثنين نصف بلس تيرتين بوينت فاي بلس تيرتي فور بلس تيرتي فور وتوصل لها جماعة 16 مية اشوفك بخير وهدات بال وسلامة اشتركوا في القناة